اشتركوا في القناة وشيروه يا أصدقائكم اللي تحسون يحتاجون يتعلمون اللغة الإنجليزية وتعلموا سوا واحد يسوا هس للاخ لأنه إذا وياكم شريك رح يكون الأمر هو يسأل أسهل وإذا ما أعدكم فمو مشكلة نبدو واحدنا ونكون قدها يلا خلينا نبلش الدرس ملاحظة بسيطة قبل ما أبدأ الدرس هذا الدرس مو شرط أنتو تحفظوه وتتعاملون به الفكرة أنه أنتو تتعلمون هاي العبارات حتى من أحد يحكي بيها تكونون أنتو تعرفون واش دايقصد من تسمعوها بمكان أو بأفلام أو بأي مكان ثاني رح تعرفون المقصود وتقدرون تجابون على الكلام فيلا نبدأ بأول عبارة سيك أنتو تحمل Take me to a drink Would you like a drink? Would you like a drink? Would you like a drink? Can I get you a drink? Can I get you a drink? Are you on your own? Are you on your own? Would you like to join us? Would you like to join us? Would you like to join us? Do you mind if I join you? Do you mind if I join you? Do you mind if I join you? Do you mind if we join you? Do you mind if we join you? Do you often come here? هاي نسألها لما نريد نتأكد إنه هذا الشخص دائما يجي لهذا المكان أما لو نريد نسأل الأشخاص أو الشخص إذا كان جاي قبل لهذا المكان فالسؤال يكون كالتالي Have you ever been here before? Have you ever been here before? Would you like to dance? Would you like to dance? Would you like to dance? Alright, asking for a date Would you like to go for a drink sometime? Would you like to go for a drink sometime? Would you like to go for a drink sometime? أو ممكن نقول I was wondering يستخدمها هواية I was wondering كنت أتساءل I was wondering if you'd like to go out sometime? I was wondering if you'd like to go out sometime? هذا معناها الجواب نتوقف على شخص الآخر ممكن يرفض ممكن يقول إيه وبعدين يحددون الخطة شلون حصير لكن ممكن نقول I was wondering if you'd like to go out مثلا If you'd like to meet up sometime, let me know would you like to join me for a coffee sometime? Would you like to join me for a coffee sometime? Would you like to join me for a coffee sometime? Do you want to have dinner with me sometime? Do you want to have dinner with me sometime? أو DO YOU LIKE TO HAVE DINNER WITH ME sometime? والطلب المؤدب رح يكون ومثل ما عرفنا نقدر نغير للتاريخ اللي إحنا نريده مثل وهكذا طريقة الجواب على هيت نوع من الأسئلة ممكن تكون بالإيجاب كذلك إذا كان الجواب بالإيجاب ممكن يكون أما لو كان الجواب بالرفض أما لو كان الجواب بالقصة يعني خلاص هذا هو يعني خطايا الشخص بعد هذا هو يروح بعد ما يشوفكم وجهه نقدر نقول هيت جي أما لو كان الجواب بالإيجاب وصلنا الفقرة الإطراء والمجاملات Okay compliments compliments يعني مجاملات وأطراء هاي العبارة ممكن نقولها لأي شخص يعجبنا ملابسة ممكن تكون الصديق ممكن للأهل أي شخص Broken I like your outfit I like your outfit You're beautiful You're beautiful You're really good looking You're really good looking Your ears regular تلفظ يور بس هي مو يور يعني خاصتك لا وإنما يوار مختصرة تلفظ تلفظ يور ريلي سكسي أو يور ريلي هات تيناتهم تقريبا نفس المعنى تريقا لنسيحة تريق لنسيحة Can I drive you home? Would you like to come in for a coffee? كم واحدها تأتي. كم إن معناها الدخول. Would you like to come in for a coffee? Thanks. I had a great evening. Thanks. Thanks. I had a great evening. When can I see you again? Give me a call. I'll call you. I'll call you. يختص روحا ما ميقولون يو. يسوها ي. I'll call you. طبعا هاية باللهجة العامية. I'll call you. تعتبر يعني اللهجة الفصيحة بالنسبة لهم اليو. بينما منصير ي. معناته إحنا ده نحكي مو باللهجة الرسمية. What do you think of me? What do you think of me? What do you think of me? I enjoy spending time with you. I enjoy spending time with you. I enjoy spending time with you. I find you very attractive. I find you very attractive. I like you. I like you a lot. I'm crazy about you. I'm crazy about you. I love you. Will you marry me? كذلك ممكن نقول I miss you. أو I've missed you. I've missed you. وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى كان فيديو مفيد لكم. لا تنسون تكتبون العبارات كلها. وتثبتوها. وتحاولون ترددوها بينكم وبين نفسكم. تحاولون تتحاولون بيها ويا أصدقائكم. تجربون نفسكم. إنه إذا حشيتوا بمواضيع ممكن أنتوا تعبرون أو لا. حاولوا أكثر. بدلوا جهد أكثر. وإن شاء الله إن شاء الله. الله يوفقكم وما يتضيع تعب أحد. لا تنسون. اشاركون هذا الفيديو ويا أصدقائكم والناس اللي تحب تتعلم اللغة الإنجليزية. حبيت بس أنا وح على شغلة. إنه أنا دائما أقرأ تعليقاتكم وأشوفها. وأنا كلش أشكركم على التعليقات الحلوة اللي تتركوها إلي. كذلك حبيت أنوه إنه إذا تحبون تتركوا لي اقتراحاتكم. تقدرون تكتبوها بخانة التعليقات وأنا حشوفها كليتها. فسنة نحيط على هذا الفيديو. شكرا لكم في المشاهدة ونشاهدة في المشاهدة. حسنا! موسيقى